أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الآخرة دار الجزاء يقول الله تبارك وتعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وإجر كبير وأسر قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور إلى آخر آيات إذا كان هناك الجزاء وكان هذا الجزاء كما أخبر الله الصادق المصدوق في كتابه الكريم وكما بلغ رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم إذا كان الجزاء يوم القيامة وهو الدار الآخرة الدار الآخرة دائمة خلودا بلا موت فما جزاء المؤمنين الذين يخشون ربهم سبقوا أن علمنا أن الكافرين عندما يدخلون في النار ويجدون الشهيقة فيها والعياذ بالله تعالى يعترفون بذنوبهم ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إذا هم اختاروا طريق السعير بإرادتهم الحرة ويشهدون على أنفسهم ويعترفون أنهم أهل للعزاب فما هو مصير المؤمنين الصادقين الذين يخافون ربهم أبدأ بذكر حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه من خافني في الدنيا أمنني يوم القيامة ومن أمنني في الدنيا خافني يوم القيامة يعني الذي يأمن الله في الدنيا ما بخاف الله بيأمن كل شيء ما هو يمون سيخاف ويجد ما يخيفه في الآخرة من العذاب الشديد ومن خاف الله في الدنيا وخشيه فانتثل أمره واشتنب معاصي يكون آمنا يوم القيامة وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب المؤمنون الذين يخافون من ربهم خوفا ممزوجا بإعظام وإجلال لحظه ما قال يخافون الإنسان مؤمن أو غير مؤمن يخاف من عدو يخاف من واحد جاء يقتاله يخاف في الحرب يخاف هذا خوف موجود في كل الناس أما الخشيه فهو أشدنا الخوف فالمفسرين يقولون يخافون يفسرونها بما يقرب للأزهار الخشي أشدنا الخوف تقول العرب شجرة خشية أيابسة فكأنه خوف يجعله كاليابسين طب لماذا قال عن خشيه من الله قال يخافون الله خوف إجلال وتعظيم مو خوف من الله متل خوف أي عدو لا المؤمنون يخافون ربهم إجلالا له وتعظيما له فإذا كان شيء من الدنيا يخيف فكيف لا يخاف الله وكيف لا يستحضر عذابه فيتقه أحد الأشخاص في مصر منذ سنين طويلة أخذه رجال الأمن قال بكتبوا الأمن في قدمة الشعب الشرطة في قدمة الشعب لعنة الله على الظالمين إن شعب الحكم العسكري العميل للكفار في قدمة الشعب في قتل للشعب وفي تخريب البذة المهم عذبوه عذبوه حتى يقول هذا الرجل حتى ما عدت أطيق شدة العزامة وإتحمان ثم خطر لي خاطر وإذا بالعذاب يهون قيل له كيف هان العذاب وخف أوقف العذاب قال لا ما أوقف العذاب ولكن خطر ببالي أن هذا عذاب مخلوق مثلي فكيف بعذاب الخالق فعندما فكرت بعذاب الخالق ستر علي عذاب المخلوق يعني شط أصبحت أرى عذاب المخلوق كأنه صار عنده قلة إحساس في عذاب المخلوق قد تستغرب هذا لأن الإنسان عندما قلبه يتعلق بشيء عظيم الأشياء البسيطة بتهون عليه بضلولك مثل واحد كان يلعب بالطابة بذكرها كرة القدم عبنا الطب روح وكذا ما حسس بعد ما خلص وقفت اللعبة طل على إجره فيه دم وإذا به إجره عبت وجعه إجره عبت وجعني إجره مجروحة من قبل هو بلعب ضربه زميله في ساقه فشق ساقه ما هو حسس عاله في اللعب رايح ما حسس لا على الألم ولا على شيء لما وقفت اللعبة حاس بالألم إذن إنسان ما يكون موجه لشيء مهم يتناسى الأهم فعندما تشعر أيها المؤمن بعذاب الله تخشى الله تقاف منه خوف تعوين لأنه الله الخالق لكل ما في السماوات والأرض فكل ما يصيبك بهم وألم وكذا أمر بسيط من نسبة بعذاب الله تبعاك وتعالى ولذلك قال تعالى يخشون ربهم ما قال بس يخافون فيه دقة في التعبير هنا وللذين إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعني ربهم غائب عنه ولم يروا الجنة ولكن الله أخبرهم فيها لم يروا النار ولكن الله أخبرهم فيها فصدقوه لأن هذا القرآن معجز لا يمكن أن يعتبيه محمد صلى الله عليه وسلم من عنده فصدقوا ما أنزل الله فخافوا من الله خوف أعظام لهم مغفرة ستر للذنوب وأجر كبير يعطيهم الله أجر كبير في الآخرة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليمهم بذات الصدور قد يظن وظن إنه إذا شغل أحد أبحث أحد أبحث بالمخلوق ولكن خالق عليمهم به أحد الأشخاص أراد أن يعني يختبر أولاده عنده ولدين ثلاثة أعطى لكل واحد بينهم دجاجي صغيرة فرخة وقال يا ابني اذبح الدجاجي في مكان لا يراك فيه أحد فذهبوا الثنين زبحوها وجاءوا بعد دقائق الثالث ما جاء انتظروا خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة جاء بعدين جاء بعد فترة والدجاجي معه ما دبعها قال له يا ابني لم تزبح الدجاجة قال أنت قلت لي في مكان لا يراك فيه أحد فذهبت هنا الله يراني ما في ناس ولكن الله يراني دخلت بيت سكرت علي الله يراني حطيت على المردايا على الشباك وضبأ في ظلام حتى ما يشوفني أحد الله الذي خلق الظلام فكيف لا يراني فهو يراني ما في مكان ما يراني أحد الله يراني دائما ففهم الأب أن هذا الأب يفهم ربه ويعرف ربه فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور الخبايا والخفايا أنت كنت تعمل عمل ولك قصد فيه آخر سترته على الناس أسريت فيه الله يعلمهم لأنه هو الذي خلق السر في قلبك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنت تودت لإنسان أهلا وسائلا وأنا بحبك وأنا كذا كنت بيت له شيء لتقتله فيه مثلا أو لتؤذيه وهو لا يدري هذا من بيت القلبك الله ما بيعرفه الله يعرفه لأن السر الذي أسرته في نفسك من الذي خلق النفس التي تسر أو تبدي وتظهر العمال الله فكيف لا يعرف ما تسر هو الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو اللطيف الذي يدخل بمعلوماته إلى قرارة القلوب الخبير خبير بكل شيء إذا خبيت عن المخلوق ما بتخبي عن الخالق ولذلك المنافقون في الدنيا بتظهروا بالإسلام والإيمان بيحصوا مصالحهم الدنيوية بيزوجوهم المسلمين بيحصوا مؤمنين بيزوجوهم وبتعبلوا معهم وببيعوا بيشتروا معهم عيشوا مبسوطين ولكن في الآخرة بجي يوم القيامة بقول ربنا سبحانه وتعالى يتبع كل أناس الإلههم فكل واحد بيتبع إله لعب عبد فرعون الحديث والعبد القديم والعب عبد الصنم اتبعوا إله لجهنم فيبقى المنافقون والمؤمنون في أرض المحشر يقول المؤمنون ما علمنا إله غيرك يا الله المنافقون بقوله مثلهم ما علمنا إله غيرك يا الله فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهكهم ذلة هذه من آية القرآن يتجلى ساق الله وعظمته على الموقف نور من نوار الله يتجلى على الموقف فيخر المؤمنون للأسقال السجدان أما المنافقون يبقى ظهرهم طبقا واحدا ما بستطيعوا يعني بارتفع ظهرهم للخلف ما بستطيعوا يشدوا لماذا كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني ما كانوا يشدوا لله بدخل الواحد منهم للمسجد بشأن يفرجيك حاله عبصلي حتى يأخذ مالك أو يضحك عليك أو يكتب فيك تقرير للمخابرات اللي هي في خدمة الشعب إنا شعب لأنا تضعه على الظالمين فإذن الله يعلم ما في قلبه ماذا أسر عليمهم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هنا يذكرنا الله بنعمه كل شيء في الوجود منه لماذا تهرب منه وتطيع غيره وتوقع نفسك في الضرر في الدنيا وفي الآخرة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلول يعني مذللة فمشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور السعي لا يخالف الاعتماد على الله التوكل عليه لأنه مأمور أنت بالسعي إذا ما اشتغلت زراعت وفلاحت وإلى آخرين ما بتأكل ولكن ليست زراعتك التي تنتج وليس زرعك الذي يعني يعطي الثمار لا الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق أأنتم أنشأتم اسمع في أي أخرى أأنتم أنشأتم شجرتها النحن المنشئون زراعة مش بشيف بستانك بحقلك وعبتاكل مش بش أنت طالعت الشجرة أنت ولا اشتركت السماوات والأرض في هذه الشجرة بأمر الله وخلقه أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون زرع زراعة حمطة بشأن تأكل أو شعير طعم حيواناتك أنتم تنبتونه أم نحن المنبتون من الذي أنبت لك الزرع فالله جعل لك الأرض في التربة مزللة إلك تفلح وتزرع وتأكل ولكن لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زلل لك الأرض وعلمك كيف تأكل منها وقال لك كله من رزقه هذا الرزق لله هو الذي أرشأه وإليه النشور ينشرك ويخلقك من جديد ويحاسبك وفي جزاء وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلوناً مذللةً تفلح وتزرع وتأكل منها فكل من رزقه ما تظن إنها شيء ملكاك وإليه النشور صار عندك مستان وفيه خدام وموجود فيه كل المآكل بكرة بكرة بعد سنة بعد سنتين بعد عشرة بعد مية بتموت بتترك وتماشي ما هو ملكك ما هو ملك الله وضعت يدك عليه عارة فأكلوا من رزقه أكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تمور تالطرب أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير تذكروا مما حدث سابقاً ومما حدث لاحقاً قريباً منا سابقاً أرسل الله ريحاً صرصاً على عاد فيها حصباء حجارة تضرب الحجارة في الرجل يرتفع بين السماء والأرض والريح تشيله وتحطه طلعوا شقف شقف هذا عذاب اللي ما هو عذاب الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ولكنه عندما خرج عن جدة الأديان السموية الصحيحة صار مجرم أن نعد إنسان فصلت الله هذا المجرم على الناس تقصفهم بالطيران تنزل الحجارة فوقهم تقسمهم بقسر أليس هذا التصليف من الله بالنسبة للمسلط الذي يتبع طريق الظلم والقتل وبالنسبة للمظلوم أليس هذا من قدر الله ومن فعل الله إذا شاء ما علمه وطيره في السماء وعلمه وطيره في السماء بشي يستخدموها في الخير ما من أجل أن ينزلوا حمما والله سبحانه وتعالى هو القادر أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم كما أشار إلى ذلك في القرآن بالألغام الأرضي وكل هذا نوع من أنواع تذكير الله لكم أيها الناس أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض ما في خصف حديث فيه كثير منه عندما كنا في الأمارات ما أدري من كم سنة يمكن من خمسة عشرين سنة جاء أحد كان هناك جيش مسترم واليهود ما شاء الله خوش بوش مع الجيش هل تعرفوا الإنقلابات العسكرية مين عم حركها فكان في حفلة راقصة تركي ذكر لنا هذا وثقة حفلة راقصة في مكان على شاطئ البحر أبعث في شو يسمونه في مصر كازينو وكذا مجتمعين في عدد كبير من الضباط وكان في ضباط يهود لأنه كانوا في تعاون بين ضباط اليهود وبين الضباط أهل الانقلابات اللي كانت سابقا والله خلص تركيا منا والحمد لله وإن شاء الله بنخلص نحنة كمان منها حكم العسكر لأن حكم العسكر حكم الطغيان وحكم العملاء الخواني كان عب برؤس وعب كذا يذكر هذه الحادثة ضبط من الضباط الأتراك اللي كانوا معه قال سكروا عربدوا أنا واقف إيش أساوي ما أعرف وإذا بهم صار يجيبوا المصحف يجدتوا في الأرض ودوسوا عليه قال أنا ما عدت أحتمل فتحت الباب وطلعت قال هذا الضبط لم أمشي إلا أكثر من يعني خمسمائة خطوة طلعت برات بعد وإذا به كأنه نار تطلع من البحر يرتفعوا وبيغوص فيهم وراحت كلهم ما بقى فيهم موجود في ذاك الوقت وزيعت الأخبار أنه جاء وفد يهودي إلى تركيا ليدرس الحالة وين راحوا أدون وين راحوا تركيا عتدت عليهم كما مثل ما عم تحكي روسيا هالله نزلوا إلى طيارة لا الله أخذهم نزلهم في البحر بأطلعهم يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور بتنشق وتبلعكم أم أمنتم من في السماء ربكم سبحانه وتعالى أن يرسل عليكم حاصبا كما أنزل على عاد حصباء حجارة شديدة بتحركها الرياح وتضربكم فيها فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم تعادوا ثموت فكيف كان نكير كيف نكير ربنا يقول لنا كيف كان نكيري على هؤلاء وأنكاري عليهم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضنا الطير ببسط جناحي وبقبضهم بنزل على جنبه برفعهم وبنزلهم ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضنا يعني دم جناحه بعد دم ببسطهم لما بقبض جناحه لازم ينزل على الأرض ببتعهم برطلع بنزل لا بقبض جناحه وبرد بفتحهم تم طائر في السماء يقول ربنا سبحانه وتعالى ما ينسكهن إلا الرحمن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمسكهم في الجو آزمنا ما بيقبض جناحه يقع أو يهبط قليلا ما بيهبط الطائرة مطب في الهواء تنزل وتطلع الطائرة ما بينزل وتطلع لماذا؟ لأن الله خلقه بشكل يبقى مستقيما في مكانه ومستقرا كما يشاء الله خلق له الريش وخلق له الهدى والكسافة والنوع والوزن والشكل ومد الجناح وطوله وقصره بحيث يمسكه الله تبارك وتعالى في الهواء ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير عرف كيف يخلق وكيف يدبر وكيف يعطي كل شيء خلقه ثم هذا كما قال تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هذا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور الذي ينصركم يتولى نصركم غير الله من هو إذا أراد الله خزنانكم وتدميركم بصاعقة أو انشقاق الأرض وابتلاعكم أو بريح من الذي ينصركم لا أحد الله هو الذي إذا أراد ينجيكم أمن هذا الذي يرزقكم إن أبسك رزقه الرزق يا إخواني قلت أكثر من مرة ليس هو الدنار والدرهام الدولار لا هذه وسائل يتبادل الناس فيها الرزق الرزق الحقيقي ما تخرج من هذه الأرض هو الذي خلق لكم الأرض ذلولا فامشوا فيما جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها ما تخرجه الأرض من نباتات مزروعات حيوانات ترعى لهذه المزروعات بترول الحديد منغانيز كل من الأرض التي خلقها الله لكم وذللها لكم فتستفيدون منها فإن أمسك الله رزقه ومنع عنكم أن تستفيدوا من هذه الأرض أوقف الماء من السماء وأوقف الإنبات من الأرض من الذي يطعمكم ويسقيكم من أين تعيشون بل لجوا في عتو تكبر وتجبر ونفور أمن هذا الذي فمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي على صراط المستقيم الذي يمشي مكبا على وجهه مثل حيوانات الأربع لا يرى فوق ولا تحت مثل الذي يقف مستقيم ويرى كل شيء ويعرف طريقه هذا مثل يضربه الله الإنسان قل هو الذي أنشأكم خلقكم يا بني أهداء وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة حتى تبصروا وتفكروا تستفيدوا وتعقلوا وتختاروا الطريق السويق وهو طاعة الخالق والتحرر من طاعة المخلوق هو الذي خلق أنشأكم وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون أنت ولدت وزتت في الأرض ومد رجعك على الأرض ويحجرك من جديد في غيره خلقك ولدك من إماك كلكم أيها الناس قل هو الذي ذرأكم نشركم في الأرض وإليه ترجعون وإليه تحشرون فانتبهوا إلى الحشر بين يديه واستعدوا لذلك حتى تسعدوا في الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ترجمة نانسي قنقر